موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم هذا اليوم كان التقس مغيم بأغلب الجهات وتكاثفت السحب بعد الظهر بأقصى الشمال ورفقتها أمطار وصلت إلى حدود 13 مليمتر بجهة تبرقة وما بين 1.5 مليمترات ببنزرت وشمال إباجة ببقية الجهات تظهرت بعض السحب فقط الحرارة قصوة روحت ما بين 20 و24 درجة سجلنا 22 بتونس العاصمة وكانت في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية بالنسبة إلى هذه الليلة تتواصل بعض الأمطار بمناطق أقصى الشمال احتمال ضعيف باش تنزل بتونس الكبرى وببقية مناطق الشمال وبعض السحب ببقية الجهات تقس يميل إلى البرودة ليلا وخاصة في الصباح بكري بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله ستكون السحب عامة كثيفة بمناطق الشمال مع نزول بعض الأمطار بالمناطق الساحلية وسحب عبره ببقية الجهات وبالنسبة إلى الحرارة ستكون يوم الغد الحرارة بتونس العاصمة في حدود 21 درجة بقليبيا ونابل كذلك بتونس العاصمة أمطار ببنزرت 20 درجة 20 كذلك بباجا جندوبة 23 بجندوبة و20 بتبرقة 22 درجة بزغوان وسليانة و19 بالكاف في حين بمناطق الوسطة حرارة مرتفعة نسبيا بالقيروان 24 23 بجهة الساحل بكل من سوسة والمهدية 22 بالمونستير مع بعض الغيوم من النوع المرتفع غيوم من النوع المرتفع كذلك بجهة تالة والقصرين 19 بتالة 21 بالقصرين 22 بسيدي بوزيد بالجنوب الغربي صحب مرتفعة 21 بقفصة توزر 20 بقبلي 23 بقابس وبي جربة ستكون بعض الصحب المرتفعة 22 24 بمدنين و21 بتطوين ورمدة بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري الرياح ستكون معتدلة إلى قوية نسبيا إلا أن البحر سيكون مضطرب تجاه الرياح الشمالية غربية بسواحل الشمالية كذلك بخليج الحمامات سرعتها ما بين 15 و25 عقدة والبحر مضطرب وإلى غاية منطقة الشابة سرعة الرياح ما بين 15 و25 عقدة والبحر مضطرب وبخليج جابس ستكون الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها ما بين 15 و25 عقدة والبحر متموج إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بين واقشات صحوب قليلة 33 درجة 22 درجة بالدار البيضاء صحوب قليلة 21 درجة بالجزيرة العاصمة صحوب قليلة صحوب عبره بترابورس 22 بالخرطوم يتواصل تقس مشمس 37 درجة في حين بالقاهرة صحوب قليلة 24 درجة تقس صافي بالمدينة المنورة ومكة المكرمة 35 بمكة و32 بالمدينة المنورة يتواصل تقس في استقرار بمسق 29 28 بأبوظبي كذلك بالدوحة 22 بالكويت 19 ببغداد و16 درجة بدمشق في حين باستنبول يتواصل نزول الأمتار 16 درجة برومة صحوب عبره 16 درجة بمرسيليا بعض الصحوب تساقط الثلوج ببرلين درجة واحدة فوق السفر ببركسل أمتار 5 درجات تقس مغيم بكل من باريز ولندن 8 بباريز 4 بلندن أمتار بمدريد 14 و18 درجة بلشبونة مع نزول الأمتار التوقعات الجوية بالنسبة إلى الأيام القليلة القادمة يوم الخميس في الحقيقة طيارات جنوبية غربية ستشمل أغلب المناطق وبالتالي ستظهر غيوم من النوع المرتفع مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة يهيئ إلى مرور تقلبات جوية في الأيام المقبلة والحرارة ستكون مبين 23 و25 بأغلب الجهات مع رياح جنوبية غربية تكون ضعيفة فيها معتدلة داخل بلاد تتقوى بالمناطق ساحلية والبحر سيكون مضطرب بالنسبة إلى يوم الجمعة تم تقلبات جوية تقترب تكون في شرقي الجزائر إلا أن مناتقنا ستكون متميزة بظهور غيوم من النوع المرتفع الرياح تتواصل من القطاع الجنوبي غالبا جنوبية غربية البحر مضطرب ودرجات الحرارة تزيد ترتفع شوية هو الهواء الصحراوي نسبيا دافع يهيى إلى مرور تقلبات جوية في الأيام المقبلة إن شاء الله شرق الشمس يوم الغد سيكون في الساعة السابعة 21 دقيقة وغروبها سيكون في الساعة الخامسة وأربع دقاق لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الواب للمعهد أو استعمال الموزع صوتي على الرقم 88404 مرات في ختام هذه النشرة إليكم أوقات الصلاة اليوم الغد الأربعة 29 نوفمبر الموافق للخامس عشر من جماد الأولى 1445 سالة صبح بداية من الساعة 35 دقيقة الظهر ابتداء منتصف النهار و14 دقيقة العصر بداية من الساعة الثالثة إلى الربع المغرب ساعة الخامسة وست دقاق وصلة عشاء بداية من الساعة السادسة مساء و36 دقيقة في الختام أشكركم على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر